شون اللي يبعدوكم بالطبرة غير رياضية؟ وضحنا إياها مثلاً هسا أنا وياك مثلاً خلي أنا اليوم أدخل وياك بتنافس أنا أريد أرشح مثلاً على منصب وإنت تريد ترشح على منصب أو على فريق أدرب وإنت تريد تدرب فأكيد الأمر مثروف مثروف أنا ما روح أضغط باتجاه أسيء لسمعة الشخص المقابل المنافس إلي وأشوه سمعته من خلال أنه اليوم نشوف التسقيط من خلال التواصل الاجتماعي أو من خلال أنه واسطات ناس يعملون بالضغط على مثلاً إذا إدارات أو الناس اللي صاحبت القرار في سبيل إبعاد هذا الشخص واجلب هذا الشخص هذا الأساليب أنا شوف نعم شون نشوف الأساليب شبه أنا أقول خل ندخل مثلاً ما هو جاي يخدم الكل هسه من تسيلي جاي يخدم مصلحة الكرة العراقية كل الهدف واحد يعني إذا أنا وإذا غيري وإذا هذا فخلني ندخل وأكو مثل ما يقول للناس اللي هي صاحبة الخيار اللي تختار فتختار من يكون الأصلح في هذا المكان وخلص أنه أنا أتقبل ويفوز فلان خلص أقول له مبروك وانتظر مثل ما يقول حقبة أخرى أيضاً ما رح تنتهي الدنيا مول هنا وانتهي الموضوع لا أكيد لازم أنا أبقى أعمل في سبيل النوص اللي أنا أريده فهذا أنا اللي أقوله أما تجه للأساليب اللي تكلمت بها قبل شوي هذه مو رياضة أصبحت أصبحت غابة يعني اليوم طريقة محاربة النجوم وطريقة محاربة هذا أشبه بالغابة نحن في غابة والقوي هو الياكل الضعيف لأنه أنت الرياضة الحقيقي ما يأخذ هذا الأساليب اللي هي القتالية والكراهية والعدائية الرياضة الحقيقة أنا أقول نعم نعم يعني أنت تقصد بكلامك أنه هناك ناس من خارج الرياضة من خارج الرياضة يتم الاستعانة بهم من أجل تسقيق نجوم رياضي وتأثير عليهم بطرق مختلفة أشبه بالغابة نكون بهذه الحالة هل هذا هو المقصود؟ هذا المقصود أكيد هو يعني قلت لك أنه يعني اليوم جاي نشوف عملية التسقيط من خلال قلت لك تواصل الاجتماعي والمواقع وبعض القنوات الرياضية وبعض البرامج يعني هذا اللي دي يصير أما أنه ما شفنا أنه خلاص أنا أعلن برنامجي والأخ الشخص الثاني يعلن برنامجه وندخل فيه منافسة شريفة واللي يفوزها ثامر طبيعي يعني